اشتركوا في القناة المحتاجة في مملكة البحرين من أجل توفير الحياة الكريمة للجميع متمن أن سموه الدور الإنساني واللفتات الحانية من جلالته تجاه الدول والشعوب الشقيقة والصديقة التي تعكس المواقف الثابتة والواضحة لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا تجاه الأشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم مشهيدا سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والمؤازرة المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء مثمنا لأعضائه مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية وجميع منتسبية المؤسسة الخيرية الملكية جهودهم الدوبة والمخلصة في عمل وإدارة المؤسسة الخيرية الملكية جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية وأكد سموه أن البحرين اتخذت خطوات كبيرة ومهمة تمكنت على أثرها من تبوء مراكز مهمة ومتقدمة في العالم إلى جانب العمل الخيري والإنساني فمملكة البحرين لها بصمات واضحة على الصعيد الإنساني في الخارج والمؤسسة الخيرية الملكية تقوم بجهود متواصلة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية للأسر المستحقة في مملكة البحرين فتوسع نطاق عملها توسع ليشمل الداخل والخارج بكل مهنية كما وجه سموه إلى مواصلة العمل ضمن رؤى وتطلعات جلالة الملك المفد واتخاذ الخطوات المهمة لتنفيذ توجيهاته جلالته لمواصلة العمل الإنساني بإبداعا وأحسانا وتقديم الرعاية المتميزة والشاملة للأيتام والأرامل وجميع الفئات المستحقة في مملكتنا الغالية إلى جانب المساهمة في مد يد العون وتخفيف معاناة الشعوب في الدول الشقيقة والصديقة ومساعدتهم انطلاقا من الواجب الإنساني الذي يحتمه علينا ديننا الإسلامي الحنيفة من جانب أشهد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية سعادة الدكتور مصطفى السيد بالاهتمام الكبير والدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله مشيدا بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة رئيس مجلس الأمناء لإدفة العمل الخيري والإنساني من خلال متابعته للخطط السراتيجية والمشاريع التي تنفذها المؤسسة في كافة المجالات وتوجهات سموه الموفقة في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر